بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الدرسات الاجتماعية بعنوان انجراف التربة أهداف الدرس في نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادرا على أولا أن يعرف الطالب المقصود بانجراف التربة ثانيا أن يبين الطالب الأسباب المساعدة على انجراف التربة ثالثا أن يوضح الطالب طرق حماية التربة من الانجراف تعد التربة موطنا للكثير من النباتات والكائنات الحية حيث تعمل النباتات على تثبيت التربة كما يواجه كثير من التربات الزراعية اليوم عمليات التجريف الناتج عن سوء استخدام قطاعات التربة علاوة على الظروف الطبيعية التي تؤدي أيضا إلى انجراف التربة مثل المياه والرياح وانجراف التربة هو أحد مظاهر التضهور البيئي للتربة يحدث انجراف التربة نتيجة أحد عاملين رئيسيين من عوامل التعريه هما الماء والرياح وتبعا لمسبب الانجراف يقسم انجراف التربة إلى أولا الانجراف المائي يحدث نتيجة هطول المطر على تربة عارية دون وجود أي نباتات تمسك بحبيبات التربة أو بقايا نباتات تقل التربة من وقع سقوط المطر يحدث هذا النوع من الانجراف خاصة في المناطق المنحدرة أما الانجراف الريحي يحدث نتيجة هبوب الرياح على تربة عارية وملساء مما يؤدي إلى تطاير وتناثر حبيبات التربة مع الهواء ويعد هذا النوع السبب الرئيسي لتدهور التربة في المناطق الجافة لنقم بفتح الكتاب المدرسي صفحة 96 والإجابة على نشاط تساؤل ذاتي ما المقصود بانجراف التربة؟ الإجابة هي تآكل التربة وانتقالها من مكان تكونها إلى مكان آخر إذن ما المقصود بانجراف التربة؟ هو تآكل التربة وانتقالها من مكان تكونها إلى مكان آخر ورغم أن انجراف التربة ظاهرة طبيعية موجودة منذ القدم إلا أنها تفاقمت في الآوينة الأخيرة بفعل النشاطات البشرية المتمثلة في سوء استغلال موارد البيئة وانجراف التربة هي عملية تضيع فيها الطبقة السطحية العليا من التربة والتي تتسم بخصوبتها وبسبب تآكل وضياء هذه الطبقة تصبح التربة أقل خصوبة ويمكن حملها ونقلها بسهولة بواسطة القوى الطبيعية مثل الرياح والمياه والأمطار لنقم بفتح الكتاب المدرسي صفحة 96 والإجابة على نشاط ابحث وتعلم مستعينا بشبكة المعلومات الدولية ابحث عن قانون منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشاطئ في دولة قطر القانون الخاص بتجريف الأراضي الزراعية ورمال الشاطئ في دولة قطر المادة واحد يحذر تجريف الأراضي الزراعية أو نقل أتربة منها ويقصد بالأراضي الزراعية المزارع والروض والأراضي المعدة أو القابلة للزراعة ويعتبر تجريفا في تطبيق أحكام هذا القانون أي عمل من شأنه إزالة التربة الزراعية المعدة للفلاحة أو أي جزء من سطح الأرض على نحو يكون من شأنه الكشف عن الطبقة التحتية للأرض ولا يعتبر من أعمال التجريف المحذورة ما يقع داخل الأراضي الزراعية المملوكة للأفراد ويكون لازما لأعمال الزراع لنقم بفتح الكتاب المدرسي صفحة ماءة للإجابة على السؤال الثاني عرف انجراف التربة الإجابة تآكل التربة وانتقالها من مكان تكونها إلى مكان آخر ثانيا ما هي الأسباب المساعدة على انجراف التربة؟ أولا الرياح ثانيا المياه ثالثا تدمير الغطاء النباتي رابعا الرعي الجائر خامسا سلوكيات الإنسان الخاطئة إذن أبنائي السبب الأول من الأسباب المساعدة على انجراف التربة هو الرياح تعمل الرياح على انجراف التربة ويزداد أثرها نتيجة أفعال بشرية مثل القطع الجائر للأججار والسبب الثاني من الأسباب المساعدة على انجراف التربة هو المياه عندما تزداد غزارة السيول فإن المياه تشق طريقا على هيئة سيول مسرعة مما يؤدي إلى تفتت التربة ونقلها إلى أماكن أخرى والسبب الثالث أبنائي من الأسباب المساعدة على انجراف التربة هو تدمير الغطاء النباتي تقوم بين التربة والنبات علاقة متبادلة فالتربة الخصبة تشجع نمو النبات عن طريق تزويد النباتات بالعناصر المغذية والعمل كخزان يحتفظ بالماء وتكوين طبقة تحتية تثبت فيها النباتات جذورها وفي المقابل يحول الغطاء النباتي دون تدهور التربة وانجرافها عن طريق تثبيت التربة والحفاظ على الماء وتدوير المغذيات والحد من التعرية الناتجة عن تأثير المياه والرياح السبب الرابع من الأسباب المساعدة على انجراف التربة الرعي الجائر يؤدي الرعي الجائر إلى تراجع كثافة الغطاء النباتي مما يضعف من تماسك التربة ويجعلها أكثر عرضة للانجراف بواسطة الرياح والماء والسبب الخامس من الأسباب المساعدة على انجراف التربة سلوكيات الإنسان الخاطئة ومنها استخدام الإنسان للطبق العليا من التربة في أغراض البناء وغيرها والآن أبنائي لنقم بفتح الكتاب المدرسي صفحة ماء والإجابة على السؤال الثالث أجب عما يلي ما الأسباب التي تساعد على انجراف التربة الإجابة الإجابة أولا الرياح ثانيا المياه ثالثا تدمير الغطاء النباتي رابعا الرعي الجائر خامسا سلوكيات الإنسان الخاطئة لنجيب على السؤال الثاني كيف يسهم الغطاء النباتي في تثبيت التربة والإجابة تكوين طبقة تحتية تثبت فيها النباتات جذورها لنقم بفتح الكتاب المدرسي صفحة ماء وواحد والإجابة على السؤال الرابع أوجد العلاقة بين كل مما يأتي أولا غزارة الأمطار وانجراف التربة والإجابة عندما تزداد غزارة السيول فإن المياه تشق طريقا على هيئة سيول مسرعة مما يؤدي إلى تفتت التربة ونقلها إلى أماكن أخرى ثانيا لنوجد العلاقة بين الرعي الجائر وانجراف التربة الإجابة يؤدي الرعي الجائر إلى تراجع كثافة الغطاء النباتي مما يضعف من تماسك التربة ويجعلها أكثر عرضة للإنجراف بواسطة الرياح والمياه والآن أبنائي لنتعرف على أهم الحلول المقترحة لحماية التربة من الإنجراف أولا وضع مصدات للرياح من أجل المحافظة على التربة الزراعية من زحف الرمال ثانيا زيادة الغطاء الزراعي ووقف قطع الأشجار والشجيرات ثالثا علاج مشكلة ميل الأرض والانحضارات الجبلية من خلال إنشاء المدرجات الزراعية رابعا توعية وتثقيف المزارعين بطرق الحراثة المناسبة وأوقاتها عن طريق الإرشاد الزراعي خامسا الاهتمام بالأبحاث والدراسات حول أسباب انجراف التربة من أجل اختيار وسائل العلاج والوقاية المناسبة والآن أبنائي لنقم بفتح الكتاب المدرسي صفحة ماء والإجابة على السؤال الثالث اقترح حلولا للتغلب على مشكلة انجراف التربة الإجابة أولا وضع مصدات للرياح من أجل المحافظة على التربة الزراعية من زحف الرمال ثانيا زيادة الغطاء الزراعي ووقف قطع الأشجار والشجيرات ثالثا علاج مشكلة ميل الأرض والانحضارات الجبلية من خلال إنشاء المدرجات الزراعية رابعا توعية وتثقيف المزارعين بطرق الحراثة المناسبة وأوقاتها عن طريق الإرشاد الزراعي خامسا الاهتمام بالأبحاث والدراسات حول أسباب انجراف التربة من أجل اختيار وسائل العلاج والوقاية المناسبة وفي نهاية الدرس أبنائي لنجب على أهم الأسئلة التي وردت في الدرس السؤال الأول عرف انجراف التربة الإجابة تآكل التربة وانتقالها من مكان تكونها إلى مكان آخر السؤال الثاني ما الأسباب التي تساعد على انجراف التربة؟ الإجابة أولا الرياح ثانيا المياه ثالثا تدمير الغطاء النباتي رابعا الرعي الجائر خامسا سلوكيات الإنسان الخاطئة السؤال الثالث اقترح حلولا للتغلب على مشكلة انجراف التربة أولا وضع مصدات للرياح من أجل المحافظة على التربة الزراعية من زحف الرمال ثانيا زيادة الغطاء الزراعي ووقف قطع الأشجار والشجيرات ثالثا علاج مشكلة ميل الأرض والانحضارات الجبلية من خلال إنشاء المدرجات الزراعية رابعا توعية وتثقيف المزارعين بطرق الحراثة المناسبة وأوقاتها عن طريق الإرشاد الزراعي خامسا الاهتمام بالأبحاث والدراسات حول أسباب انجراف التربة من أجل اختيار وسائل العلاج والوقاية المناسبة أعزائي الطلاب من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم شكرا لكم أبنائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته